السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز باللبن طعمه جميل جدا ومكونات بسيطة جدا هنعمل مع بعض الاز واحسن رز باللبن زي المحلات بالزبط بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة ويلا بنا نشوفوا الطريقة ونشوفوا المكونات بسم الله المكونات اول الحاجة عندي كده حليب هستخدم حوالي كيلو من الحليب وعندي كمان كباية مياه اختياري عندي نص كباية من الرز مغسول ومنقوع حوالي ربع ساعة كده او عشر دقايق وبعدين صفيته وكباية من السكر ومعلقتين كبار من الكريم شنطي ومعلقتين كبار من النشا طبعا الكريم شنطي اختياري بس تصراحة بيدي طعم حلو جدا ورشة كده صغيرة من الفانيليا اول حاجة بقى حط حلة على النار كده هنزل بقى فيها كده كباية المية وكباية الحليب طبعا انا هسوي الرز في كباية مية على كباية حليب لان طبعا لو سوته في الحليب بس بياخد كمية كتير جدا فطبعا براحتكم بقى اختياري يعني اللي بيحب يسويه في حليب خالص براحته طبعا كده بيغلي بقى معايا وبستمر كده في التقليب علشان ما يلزقش مني ولا اي حاجة بس امر كده في التقليب لغاية الرز ما يستوي خالص كده خلاص الرز دخل في السوا واستوي هزوده كده شوية حليب علشان كنشرب كل الحليب وبعدين دلوقتي كده هحط بقى عليه كباية السكر وهقلبه كده شوية علشان السكر يدوب كله هنا بقى معايا كباية من الحليب هضيف نصها كده على النشا والنص التاني على الكريم شنطية وهدوب كده النشا كويس جدا علشان اي تكتلات فيه تتفك يعني وهرش عليه كده رشة صغيرة من الفانيليا وهدوب برضو الكريم شنطية مع الحليب كويس جدا هنا بقى حطيت كده النشا حطيت النشا كده على الرز بلبن وهبدأ كده بالمضرب بقى أقلبه براحة كده علشان يعني ما يعملش اي تكتلات ولا حاجة وهسيبه دقيقة كده يغلي علشان النشا يستوي ما يبقاش طعمه نشا وهضيف بقى دلوقتي كده الكريم شنطية برضو وهقلبه برضو كده مع الرز بلبن كده خلاص يعتور كده الرز بلبن بقى جاهز معنا ما شاء الله شايفين شكله جميل جدا هنبدأ بقى دلوقتي على طول نغرفه في الأطباق طبعا لازم نغرفه في الأطباق وهو يكون لسه سخني جدا طبعا بقى للناس اللي بتحب تاكله سخن او تاكله يعني سائع براحتها حلو جدا ما شاء الله طعمه جميل جدا هزينه بقى كده بشوية من الفوزدو آآ والاطباق الثاني هزينها برضو بزبيب وجوز الهند طبعا التزين اختياري او ناكلوه سادة خالص زي ما نحب ونقدمه بقى كده خلاص بألف هنة كده بقى جاهز معنا ما شاء الله اتمنى بقى فيديو النهاردة يكون عجبكم يا ريت بقى لو عجبكم ما تنسوشوا اللايك للفيديو والشير والسبسكرايب اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد واترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته